بسم الله الرحمن الرحيم طلابي وحبيبي طلب التالتة اعدادي مع حل الاكسرسيز الخاص بكتاب المعاصر على لسنز 5 and 6 نركز مع بعض حبيب قلبي نركز كده هنا اول حاجة انا بحاول اعلمك ان انت ازاي تحل ديالوج هو بيقولك هنا نادر وماهر يعني يخططون هنا طبعا هما الاتنين بيخططوا نادر ويه ماهر بيحاولوا يخططوا ان هما يزوروا المتحف فنادر بيقول لماهر هاي يا ماهر اهلا يا ماهر هل ترغب فيه تحب نروح المتحف بكرة او تحب تروح المتحف بكرة فماهر رد عليه قال له ييس ايوة it's a good idea انها فكرة رائعة هنا هيبدأ يسأله سؤال بص اجابته it opens بيفتح الساعة تسعة يبقى هنا هقول when متى هجيب الفعل المساعد من opens اللي هو does when does it open يعني هو بيفتح امتى قال له بيفتح الساعة تسعة ده بقى طبعا اقتراح shall we مصدر ده اسلوب اقتراح shall we go by metro طيب ايه رأيك نروح بالمترو يبقى ممكن يقول له تمام اوكي ممكن يقول له تمام اوكي ماشي حلو اوكي وممكن يقول له ايه good idea فكرة جيدة good idea يعني ايه فكرة جيدة او يقول له اوكي والدنيه تمام معايا هنا هيبدأ بقى نادر يسأله سؤال طيب اجابته ايه يا مستر بيقول لك يعني اول قطر مترو ليفز هيغادر الساعة تمانية يبقى ما الوقت اللي اول قطر هيغادر فيه كلمة ما الوقت دي يبقى انا حط تمام لازم ابدأ بأداة الاستفام انزل كده هلا ان الفعل ليفز عبارة عن مصدر زائد اس يبقى هجيب الفعل المساعد اللي هو دز اروح مطلع فوق زا فرست مترو ترين يبقى what time does زا فرست مترو ترين اجيب بقى مصدر الفعل من ليفز اللي هو ليف يبقى لما اقول what time does زا فرست مترو ترين ليف يعني ما الوقت اللي اول قطر مترو هيغادر فيه قالك هيغادر الساعة تمانية صباحا am حبيب قلبي معناها صباحا طيب هنا بقى نادر بيقول how long احنا اتفقنا ان how long دي معناها كم المدة how long does it take كم المدة اللي هتستغرقها to get to the station طب كم المدة اللي هيستغرقها عشان يوصل لي المحطة قول بقى اي مدة وليكن مثلا هقول it takes هياخد مثلا 30 minutes يعني 30 minutes يعني حوالي 30 دقيقة 30 minutes 30 دقيقة يبقى 30 minutes يعني ايه 30 دقيقة هياخد 30 دقيقة فهنا نادر بيقول لي مهر ايه oh is is هنا يعني is the station هل المحطة far from the museum بتكون بعيدة عن المتحف فانت هنا هتقول يا اما yes يا اما no ممكن اقول no it isn't لا هي لا تكون بعيدة اوكي فده اول حاجة وهو سؤال المحطة بعد كده حبايب قلبي هننقل على السؤال اللي بعده السؤال دوت انا هكبر لك شوية هزوم لك عشان تشوف الحاجة بشكل اوضح السؤال ده انت بتختار من الكلمات اللي فوق وبتملى بيها ايه القطعة اللي تحت هنا عندك جيت وعندك open وعندك opens وعندك comfortable وnearby وsee بصة يا باشا احنا لدينا i am looking forward to انا بتطلع الى our trip رحلتنا to the urban garden حديقة الارمان بيقول لك it nukat at 9 am عايز يقول له انها بتفتح الساعة تسعة طبعا ايت هنا بتاخد مصدر زائد s يبقى انا هقول opens بتفتح الساعة تسعة and it takes about وبتستغرق حوالي and our ساعة to a zero طبعا اكيد to get zero عشان توصل هناك by car the online reviews يعني التقييم اللي كان online ابوت عن the garden الحديقة التقييم اللي احنا شفناه كان فانتاستيك رائع بيقول لك the garden is very big الحديقة كبيرة جدا and there is and there is there is there is lots to see يعني في حاجات كتير تقدر تشوفها هناك في الحديقة make sure that تأكد اني you wear ان انت لابس a shoes اكيد طبعا comfortable shoes يعني ايه حزاء مريح نيجي بعد كده ل السؤال اللي بعد كده هو الاختيارات بيقول لحضرتك هنا بيقول لحضرتك هنا choose the correct answer from a b c or d بيقولك things الاشياء made of المصنوعة من الكلي الكلي اللي هو الفخار اركلد اسمها ايه اسمها بوتري اواني فخارية رقم اتنين حبايب بيقولك عادل invited me عادل عزمني to his birth day party على حفلة ايه عيد ميلاده بطوى لكن بطوى لكن يبقى فهم صيبة هو عزمني ولكن انا ايه as i was very busy لاني كنت مشغولي بأكيد انا كده ما وفقتش ولكن كده انا refused رفضت ولكن i refused as i was very busy السؤال رقم ثلاثة بيقولك in rainy days في الايام الممترة we prefer to stay احنا بنفضل ان احنا نقعد ايه طبعا هنا stay ده فعل فهيجي وراه ظرف يبقى يا indoors يا outdoors فاكيد طبعا احنا في اليام الممترة هنقعد جوه جوه البيت يبقى طبعا اكيد indoors هنقعد داخل المنزل نكمل مع بعض كده يا اصدقاء السؤال الرابع to give the opposite عشان تدي العكس من كلمة agree يوافق we add احنا بنضيف ايه اكيد this عشان هقول disagree يعني لا يوافق تمام كده حبيبي نركز كده مع بعض بيقولك هنا السؤال خامس remember يا تذكر is the antinum هو remember دي هي مضاد لكلمة ايه انا كده عايز اجيب العكس بتاع remember يا تذكر اللي هي رقم ستة الشخص اللي بيعمل اكيد طبعا ده بيتسمى ايه ويعني ايه يعني جنيمي طبعا سؤال اللي هو سؤال صحح بيقولك وطباوت خلي بالك ان وطباوت ده من اساليب الاقتراح فوطباوت دي بيجي لك وراها verb ing هتبقى visiting وطباوت visiting the Egyptian Museum ايه رأيك في الزهاب الى المتحف المصري نيجي بقى هنا shall we برضو من اساليب الاقتراح بس ده بيجي وراه infinitive مصدر عشان كده بقول shall we go to the park ايه رأيك نروح الى الحديقة رقم ثلاثة I would طبعا هقول طبعا prefer I would prefer مش I would prefer لأ I would prefer to go somewhere outside نيجي الرقم اربعة would you like to طبعا بحط المصدر اللي هو meet would you like to meet up tomorrow ايه رأيك نتقابل بكرة يا لنا طبعا رقم خمسة ده من اساليب الاقتراح why don't why don't you come to my house ايه رأيك لو تيجي بكرة بيتي بشكركم شكرا جزيلا لحسن استماعكم ويا رب اكون اضفت ليكم في هذا الفيديو الكثير شكرا لكم مستر محمد الجندي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة